بابا اتكلم وقال انه هو اللي مرن الابطال اللي حقيقين في معركة الات او مدمرة الات والله هو طبعا بالصفته يعني بطل عالم السباحة وطبعا زابط في القوات البحرية وتخصص لوالوحادة الخاصة طبعا تم اختياره لتدريب المجموعة اللي كانت بتدرب بتدمر يعني الميناء الات والرصيف الحربي بالصفته طبعا هو بطل سباحة وهم العملية بتحتاج ان هم فيها عوم او سباحة بالمعدات كاملة فكان لازم يبقى عندهم المهارة ديات والحمد لله ربنا وفقهم والعملية النجحت وحتى وقتين هذا الابطال اللي موجودين على قد الحياة اللي هو نبيل عبد الوهاب واللي هو عمر عز الدين في كل احدثهم بيذكروا ان نبيل الشازي له دور كبير في اللي هم وصلوله والانجاز اللي اتحقق لمصر الحمد لله هي دي ولاد مصر وهم دول ابناء مصر الحقيقيين اللي بيحققوا انجازات لبلدنا عشان انا النهاردة كده اقعد في الهو وانا مستريح وكل الشعب مصر مستريح هم دول بجد اللي خلوني قاعدين حديين نفسيا ان بلدنا كلها موجودة الحمد لله الحمد لله حتل سباحة هنخش في التفاصيل والغوص والانقاذ لي خرجت من السباحة وروحنا للغوص والانقاذ والله انا يعني هو الاثنين تقريبا بيكملوا بعض حتى قوتين هذا وطبعا المهند سياسي الريس صديق عزيز طبعا انما هي عشان فيها سباحة يعني يعني برضو انا في خلال فترة بطولاتي انا مسلت ومارست السباحة بالزعانف وده اللي خلاني ان انا افكر لان انا ببداية ما دخلت في المجال الاداري كنت عايده ماجلس دارة منطقة الاسكندرية للسباحة دورة كاملة اتنين وتسعين ستة وتسعين وبعدين قلت لا انا عايز اخش المجال التاني اللي انا برضو مارسته وبدأت عايده ماجلس دارة في ستة وتسعين الفين 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 واربعة وبعدين الفين واربعة الفين وثمانية وكنت دخلت الاتحاد دولي ففكرت ان انا اكمل في رئاسة الاتحاد والحمد لله ربنا وفقني من 2008 حتى قتنا هذا عيد منك بصراحة شديدة الناس برضو ما تعرفش سباحة بالزعانف قوي يعني نحن نوصل لبطل عالم وأبطال عالم أكيد لها يعني خطة موضوع منك لكن خلينا معرف ناس إيه الفرق بين السباحة والسباحة بالزعانف سريعا جدا حضرك السباحة الكلاسيك اللي هي اللي احنا عارفينها الاربع عامات كرول وباك وبريست ودولفن وفيها مسفات قصيرة ومسفات طويلة السباحة بالزعانف برضو نفس الكلام فيها بطولات في حمامات السباحة وبطولات في المياه المفتوحة أو المسفات طويلة في نوعين من الزعانف الزعانف المونو وهي الزعانف الأحادية اللي المتسابق بيلبسها في رجل واحدة لاتنين وبيعوم وسط دولفن وبتحتاج مهارة عالية جدا وتوافق عضل عصبي مهم جدا أن اللي يبقى عنده السباحة عنده المرونة وعنده الرشاقة اللي أنا عايز أقوله حراكي أن الفرق بين السباحة الكلاسيك والسباحة بالزعانف المونو بالتحديد فرق كبير جدا لو قلنا المئة متر رقم العالم في السباحة بالكلسيك سبعة واربعين ثانية إحنا عندنا في المونو تلاتة وثلاثين ثانية الفرق كبير جدا الحكم اللي بقى موجود في حمام السباحة اللي بيمشيه أو الحكم الطرق اللي بيرقب السباحين ما بيمشيش طبعا بيتطر أنه يجري لأن موضوع مختلف جدا هو ده الفرق عندنا نوع تاني من الزعانف اللي هي الزعانفة المزدوجة اللي هي الفليبرز أو اللي بينزلوا بها الغواصين أو السباحة الكلاسيك حاليا بتعتمد في تدريبها على السباحة الزعانفة المزدوجة أيضا دي كيمكن احنا استحدثناها موجودة فيها مسابقات في حمام السباحة وفي البحر وحنتكلم عليها طبعا محصل في بطولة العالم إنما احنا الحمد لله مصنفين من أحسن حاليا ست ديو على مستوى العالم وده إنجاز إن احنا وصلنا لهذا المركز إنجاز كبير جدا جدا الإنجاز مش بتحقق بالفترة أو بيتحقق كده يعني نقول إيه ضربة حظ مستحيل بالذات الموصلة بتقطع عالم تعبنا وخططنا إزاي عايزنا خطة حركة إيه بالزبط عشان نوصل بطل العالم والله أنا الكلام ده احنا حنتكلم بقى على سنين من 2003 احنا بدأنا نحط خطة نفسنا الموضوع كبير شوية إن احنا كنا بعيد خلص عن السباحة بالزعانف ما كانش لنا أي دور أو تاريخ بدأنا نجيب مدربة منتخب أوكرانيا قعدت موجودة في مصر وخرجت جيل كبير من السباحين وأيضا من المدربين اللي احنا بدأنا نشتغل بهم بعد 2011 وقفنا مدربين أجانب خالص وبدأنا في الاعتماد على أبناء اللعبة سواء المدربين اللي هم كانوا سباحين قدامة حطين خطة يعني ماشيين بها الحمد لله إن كي احنا أبطال العرب في البطولات العربية ماشاء الله احنا أبطال العرب بتفوق والفرق كبير جدا بيننا وبين أي دولة عربية أخرى إنما عالميا كان لازم إن احنا نقرب ونقرب حنقول بقى آخر هذا العام يمكن السنة الفاتت وجائحة كورونا وكانش فيه كل الاتحادات ما فيهاش بطولات عالم اتكونت بطولات عالم لإن احنا بيتعامل سنة بطولة عالم ناشئين والسنة الأخرى بطولة العالم للكبار تصادف هذا العام لتلب بطولات عالم بطولة عالم ناشئين اتعاملت في إيطاليا وكان لنا الحظ إن احنا حصلنا على خمس مدليات متنوعة ما بين دهب وفضة وبرونز ثم بتطول عالم الكبار كانت في تمسك في روسيا وايضا حصلنا على مدليات